بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب الاحتلال جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة ونوها منصور في رسائله إلى أن هناك أكثر من أربعمائة وسبعين ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة معرضون لخطر المذبحة الوشيك مع استمرار آلة القتل الصهيونية دون رادع أو عواقب مشيرا إلى ما يعرف باسم خطة الجنرالات التي تعمل قوات الاحتلال على تنفيذها وتهدف لاستكمال النقل القصري لسكان المدنيين الفلسطينيين وضم المنطقة